سرسور ودي يا سرسور انت يا ودي انت جوم جوم في الز مين؟ ست وجيتك؟ نعم من اسكاتك ده ومن غير محد يحس بيك تتدل على البلد اللي جاب لينا هتلاقي هناك سمطرار تشوف ايو حد يطلب لك النمرة اللي في الورجة دي ده فيها تليفون ولدي منع عايزاني هيكلمه طيب اقول له وين؟ تقول له كل اللي حصل هنا وتقول له ان ابوه وعمه نويين يقتلوا نسمة بكرة الصبح يا يلحجها يا ميلحجهاش وقول له ان امك هتحاول تعطلهم يا ريتي بدر الله هالف اغسارة في الموت يا ست نسمة يلا يلا بسرعة ربنا يسهلك طريقك وتوصل بسرعة حاضر اتطمن يا ست وجيدة في واحد من عائلة عبادي عنده عربية بيوصل بها الناس هروح اقدوا من بيته عشان يوصلني بسرعة يا رب سلم يا رب حسان لم تي يا اخو انا كنت عارف ان حلقك صاحي وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده يا محذرتك اخوي من دخلة ولد البندار علينا بيتنا وخلطته على ولدك من ناعم وهم صغار كيف يا نادي كيف يا نادي كيف حمل بيتي واحدة هزانك يا ده من الغلطة غلطة من الأول يعني يعني بدك تسمح اياك ليه بدي تاجي دي بدك الناس يقولوا يا كبير انك ترمخط على شرفك احنا عنينا اتكسرت يا كبير وما فيش اي حاجة ترد هي بيتنا دلوقت اللي جات للبت دي وغسل عارها واحنا كلنا فهل لما فوتنا كل دي وراء تقومها غفلوا عنها كيف البت لما بتعشك بتستغفل أهلها حتى لو كانوا وقفين عليها زمهار ليه ليه بيت يا حبيبتي تأملي فيها جدا بيت فوتيني من عمرين كل واحد يوم عمرين التاني أكتبك ويتحر الجلب عليكي ولا سمحك وعش بأهارك العمر كله عار هي تغسل بدمها ودم اللي غواها اسمع حسان تعليك بجتلي نسمع ونهكت الهمام ولد الكلب ده حتى لو كانوا ينفحوا نعرصته مقدرش أناجي مقدرش أناجي مقدرش أناجي مقدرش أقرب قلبي بنتي بالسكي مقدرش أناجي مقدرش أناجي مقدرش أناجي عزرك عزرك أخوي أنا هتكفل بالاتنين هكتل نسمع وأمام وجسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد لي يا بنتي أختي ليه ليه تفوت يروحك للشطان وتخلي الخراب يحل على يدي كتاب الله ما طر مني يا حاجر شافوك يا بتي عند العين وانتي في خضنه كتاب الله ما كنت في خضنه كلهم كتبين كتاب الله يخلى كتبين بس اللي يشوف بيشوف بعين الشطان والشطان صورانهم ماهدا يا بيت دا الحاجر روحيدة اللي مزها فيها كتبين وصعيت هجل المكان حيكري لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كلنا بتحللوا نفسك يا عمي وتحرموا علي انت نفسك عشق تخلتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي واه هتجي اللي بأي علي بالتواجيه ده اجفل خاشمك بت خالتك دي أشرف مش شرف خالتك دي بتعمي متربية معاي ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا وعشق الحلال ما يجيبش العار مش من عيلة غريبة وعدوتنا يعني لكل زن بني صدكت أبوي لما قال لي انه هيخلي النجح كله إلى واحدة حطولة لسانك وغباوتك وجلع أخوك فيك دول هم اللي جابولك الكافية وجابولنا العار لا يا عمي أنا شريفة عمي أنا شريفة وعفيفة وزن بيف ركبتكم وهي البيت الشريفة العفيفة تعمل اللي عملته برضك ده ما فيش بيت في النجح كله اللي لو جاي بسيرة فضيحتك ما فيش حاجة هتمحي العار ده إلا دمك اقتلوني يا عمي اقتلوني اقتلوني وخلصوني جومي معاي يا عديلة جومي دلوق الصباح رباح والمكتوب مكتوب جومي يا عديلة عاي قومي اسمه عزرزور قول لابوي مناع بيقول لك اي اجتمس نسمه بأمارة الارض الجديدة وهات نسمه وجبيني عن محط القطر انا اخدها تعيش عندي قوله محدش هيعرف انها عيش عندي الله ان شاء الله يقول جتالها ما يهمنيش المهم جابيني عن محط القطر الساعة سبعة سلام ايه التخلف دي ودي يا حصاوي نعم اسم الناع لفين الهدوم دي ينجس وانت راح فيه اسم الناع احنا عندنا شغل في المزرعة كتير ماليك الصالح اي حد بكرا يسأل علي في المزرعة قوله لسه ما عودش من البلاد بروا طب دي ومفهومة بس اللي مش جادر افهم وزيل هو انت ابوك عايش ولا ابوك ما يجد هو ده بس اللي مجدش تفهمه هتبجزمة يا جزمة انا كان بدي بس اعرف عشان ما بيعرف في الغلط وانما بتسمع كلامي مش هتوجع في الغلط طاضي يا حصاوي نعم باش مولد اياك تنجل اي كلمة بره فاهم يا من بالله ابتع رجبتك حال سلام سلام والله من يوم ما اشتغلت معك وانا بفاهم عنك اي حاية اشتغلت معك اشتغلت معك اشتغلت معك اشتغلت معك اشتغلت معك اشتركوا في القناة 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 اشتركواui اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاديك تسممي تمشي جانبي ساكتر كفاء عليك يلا بدامي بدامي خلاص خلاص سنجي زايد هجت ومعايز شبه سامحوا بي حيب بقلقتي تسمحني انا خايفة عليك خايفة عليك من هذب ربنا هتقول لقاتلتني لي انا شريفة وعفيفة والله العظيم شريفة وعفيفة هتكتلني عشان تسجد الناس يا بوحي اخدها من قدامي باعيس حد يشوفكم كفاءة فضايا أحب احب على يدك احب على يدك يا باب فضني فضني اشوف امي واخواتي كوري 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 من قدامي ربي لا يسمحك كوري هترتاحي كوري معي رحمني برحمتك يا رب رحمني برحمتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا نقل أصل ولا فصل بلا راحة شوية يا علية يمكن لقدر الله جلاله حاجة وبعدين الراجل لحد دلوق ما شوفناش منه حاجة واعشة طب وقهرت بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ اسطر يا رب موسيقى موسيقى الموسيقى همي بيت هلاطة همي ماف nounيزبي قلبي مايز فيك شكeres هدا شكري throne هانت كلها دجاجتين وهترتاح جومي يا بيت جومي دامي عالي دامي دامي يا خاطئة دامي دامي يا بيت لي بيت ودعت لي بيت يا حسان وقدرتها يا راجل قلبك طوعك كيف يا حسان قلبك طوعك كيف روح منك لله معجة عرجة قلبك على بيت تجي الله يا رجيلة وما انتكيتوش انت لي يا راجل ما انتكيتوش ليه تقتل دراك يا حسان تقتل دراك يا حسان يا حلاوي يا حلاوي يا حاوي يا بتي يفتلي اللي تقتل دي افتلي وينقضي معاك هنا منى م verbs انقضي معاك موسيقى 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 مرحبين الله موسيقى 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 أنا وأنت تعيش معايا الصهاج كنت ماشي تقتلى في يقتل النسمة اللي بيتنفسها يدسمة كابري يا والدي قوي احنا بشو اتفاقنا نتقابليه هناك في المركز لاجيت نفس جراية بقول قولت أوفر عليكم المشوار طيب أوختك معاك بعد وطبالك من ها ذي أين ومتبت ايوه دي بقى يشبين يالله يضر صور مع السلامة يا ستة نسمك خلاجاتك جبتها جوة في العربية مع السلامة مع السلامة يالله ربنا خليك لي يا خبب خلاص يا بيت هم ونزاح هتقلبيها مناحة خلاص ما يقولك ايها نسمك ايه قدك تركه بورا ودس راسك في الكنبة الغرانية ما عايز حد يشوفك من اهل النجا يقوله ايه الراجل هربتو لا انا هكوور نفسي ورا بحسب تضيعي مدهوجي وتفتصي يلا اركب يا ستة المرحومة اندي كتلاجة صغيرة ورا فيها عصيره كل حاجة وانما نوصل حبقى اجيبلك فطار كمان يا ستة موسيقى اخوة موسيقى شر برا وبعيد حتى يشوفوا الطريق أخوي مانا عربنا يكرمو جابلنا بعربيته أول الطريق هو نسمى عاملة إيه؟ فرحة لما لجيته كان بيضة طم من قلبها طول ما هي ماشي مرعوبة جنبي طول الطريق لكن سبتها وعماها ومفاهمتهاش خفت الناس تشوفها ماشي جنبي مطمرة يحسوا بأي حاجة ويبوز ترتيبنا لكن أول ما شايفت أخوها ترمض في صدره وجعدت تذكي طب طبطبت عليها وهديت سرها ووصيت عليها وجبت زرزور وعودنا من وسط النجح وأنا شايل سكينا في يدك وأنا خدت منها الحبرة عشان الناس تصدق إنها تجتلت ها طم منتي يالله روحتي للشاي والفايش عشان أفطر يالله حاطر الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا مستقريب أحوالي شكلك كدير مش منع أخوي اللي أنا بشوفه في البلغ شكلك كده عامل زي الممثليني بتلاقف التلفاز يومي يالله أنا أقول لي، أنت بتغير خلقاتك فين دي كل مرة شوف يا نسمة، مناع للصهاج غير مناع لتعرفيه خالص مناع للصهاج عنده مزارع ومواشي وحاجات تانية كتير ضروري هتعرفيها سأقول لي، أو أحد يعرف حاجة من اللي بيننا، مع إيش سابوي هم يزعل تقصد إيه يا أخوي؟ يعني، كل اللي يعرفوني هناك يعرف أنه مقطوع من سجرة اللي هي أبو ولا أم ولا عائلة أصلا ولا أختي يا مناع؟ ولا أختي، الكل يعرف أنه عيلت راحة في الطاعة لأن أنا الوحيد اللي لي إثباتي عندي الحكومة كيف تتنكر من أهلك وناسك يا مناع؟ أنا كنت بقولي الحقيقة زمان وأنا صغير في المدرسة بس عمري ما لجيت حدي يصدقني بس لما كبرنا، غينا نشتغل في الحباب والمخطرات قلت خلاص، نجفل على سرط النجع من باب ما عليس حد يعرف عنه حاجة وهو تقول لهم عني إيه؟ خدامتك؟ أنا بس نفسي أعرف، بتجيب النكد ده كله منيه ده أنت بتصطاد النكد زي الصيادة اللي بيصطاد سمكة صغيرة في محيط لا ما شاء الله، موهبة ودي حصاوي، مالك متنح ليه؟ دي اسم أختي، مخت في الرضاعة، مخت في إيه؟ مخت في إيه؟ مخت في إيه؟ مخت في إيه؟ شاطر، وأبوها هو المربيني آي واي 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 واي، دي ما تكونش بيتا عم الحاجة عبد الموجود، اللي ساجن في مركز الباليان إيه؟ عليكمور، حصاوي، بنخوف بي البجر عندي في المطر شوف يا حصاوي، هي هتقعد عندي هنا على طول، وانت هتيجي وتعاود معاي آه لجل ارتاح شوية من الغسيل ومن الطبيخ، مش كل دقيقة اطبخ يا حصاوي، اطبخ يا حصاوي لما حصاوي قرب يشيل حل الطبيخ، يقول لك بيها قد جانبك مششقة تكحل الطبيخ في راسك، كني كنت باكل من يدك يا بو تعال يا نسمك، ايو هوريكي اوبتك، اللي علي مين دي اوبتك، هتحط فيها خلاجاتك من دلوك، وحترتب الدلاء ودي هدوم جديدة ها طب كنت عايز اسألك سؤال يا منع، انت بيجي لك الديوب هنا؟ نحن سواءن، حض الله ما بيننا وبينهم، انت اول ضيفة عما تدخل عندنا هنا انا من يوم ما سيدي منع اشتغلت معاه وهو عما يصطبح بوشي وعما يتمسك بوشي يا حري جابه وشك، كني بس طبح بين انشع اجرم يا خي وروح ازبكني على النزرع، خاضر معلش، انت هتوعد لوحد الكتير لاني عندي شغل كتير بس عنديك التلفازيون، بجي تسلي وياها ما تقولش هام يا اخوي، انا هدبر حالي قرينا هتدبري حالك ازاي؟ عميل رقم خمسة، شباك رقم اثنان عميل رقم مئتان وخمسة، شباك رقم ثلاثة والتلاجة عندك، فيها كل ما يلزمك انا لازم اروح للمزرعة طيب اه، عايز اوريك حاجة قبل ما ممشي، تعالي عالمضب حاضر ادخل يا نسمي متهم يا بيت؟ ودي الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا ده ابو تجاز، بيشتغل بالغاز يعني كده يولع وكده ينطفي يا سلام يا اخوي عرفة بشوفه في التلفازيون، ابو عيون زرجة ايوه، بس عمرك ما استعملتيه قبل سابق وده خطر جوي، لو استعملته غلط يحرجنا ويحرج اللي جابونا هتخوفني ليه؟ اهو كده يولع وكده ايه؟ ينطفي شاطر يعني مش بالنفق كده ما اتطمنت عليكي حلو جوي، لهباب ولا زمات وده المرك روايف ايه؟ وده التلاجة تعرفيها طبعا وايه مناع اهني اللحمة والفروج وفي الضلفة الكبيرة دي البيض وحاجات تانية غريبة كتير ابقي دوري عليها بنفسك حاجك علي يا خول اخر بيتلك حياتك يا بيت، لنت تنوريني وتشرفيني وتعمر بيتي انا مضطرم شي، عندي شغل مع السلامة الحمد لله يا رب الحمد لله كنت عبقى تحت الطراب لكن فجأة لقيت نفسي في الجنة ربنا يسعدك ويحميك يا والدابوي موسيقى 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 رجعلي كريم؟ انا رجعته سليم ولسه مامضي النهاردة بس تعرفي باسمي مين؟ باسمي ملنع حساسي النهاردة؟ يعني هو في سهاش؟ اكيد! انا حبيت اقولك انك بتتحركي وانا اتحرك ليه؟ المفروض هو اللي يتحرك؟ بلاش عبر اما روح اشوف العمل ابتوعي ويا رب انت كمان تبحير اللي عمل بتاعك بدل ما ينجل على بنت تاني هو حور ايه ميزن آيه عبر ساعدة بيئة يوقمر ساعدة هاي استوفيق بيه ها فيه معاد بنكم ان شاء الله لا افتح ها افتح كيف يا بوي الكل نايميل يا مواغزة مش عايزين ربط كتير افتح ما اقدرش يا بيه انت عايز تخرب بيت ولا ايه بكلمه وقوله برضو ما ينفعش بقولك نايميل نايميل هو انت بتسمعش ولا ايه افتح الباب بقولك ويترزع مكانك من غير مطنطق ولا حرف لحسن يمين بالله ما حدها يعرف الطلقة دي جاهلك حاضر يا بيه حاضر تفضل يا بيه تفضل يجابه اللي جابك خافش عنا سأل الجو خير ان شاء الله انت شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وادني بطولي قدامتها عملت نفس بنفسي علامتها الأصول والأخلاق والدين فلوسي ما فيش فيها مليم كسبته بالحرام ولا بالغدر منش خاين ولا خوان اعرف جيمة الشرف واجدر الناس الطيبين قابليني تجبلوني زي مانا نعمل مع بعض عيلة جديدة نبني مستقبل أحسن من اللي فات نفسي عيالي عشي في دنيا غير الدنيا دنيا منورة ما فيهاش غش ولا ظلم ولا وحوش تتسلب لحم الغلابة عايزيني أهلا وسهلا رفضيني ما حدش فيكم هيشوفني ولا يسمعني بعد النهاردة شوفت الجنان؟ ايه؟ ايه؟ مش سامع الغرب بتاعته؟ انا مش فهم ايه الجنان ده؟ مش سامع للصبح؟ هو تحت؟ انت كل ده مش حاسة؟ انا مجدا مشوفتش لسه كده ده جنان رسمي ماذا؟ ما تزعالش باشي باشي الله 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 ايه الجمال ده غلبت اهل البنبر يا بيت شكل زين صح؟ واحاوجي احلى لو شلت السواد من فبراسك فك فك احنا في بيتنا مانا حاولت اعملك ذات بس بصراحة كسفت من روح اللي يجيك فت زي الجمر واحا بتكسف يا بيت وليلي ايه عملتي ايه في يومك؟ زهكتي؟ بصراحة زهكت بعد ما خلصت شغل البيت بس عملت كيف ما انت قلتلي قعدت في البلكونة اتفرج على العربيات الرايحة والجاية لحد ما الوقت عاد عموما اننا لجيت حل ايه؟ كلمت الوقت حصاوي يجيب اخت مهرة تقعد معاكي اهيتاخد حسك وتساعدك في عمال البيت الا قول يا اخو ايه الاسامي اللي انت معاشرها دي؟ مهرة وحصاوي انت كتابة في أست ابل اك cast معرفشه الي يحبدي دماغ ابوه هو بيسميهم كان الاسامكت بفلوس ماجولك ايه نسمة ايه؟ اقعد فاطفضي بأي كلام عن النجع وناس والحد مش عايز مشاكل انت بتتنكر لااصلنا اليامانه هوي احنا عندنا كفى الله شر حاجات عرنا؟ لا انا بس عايز المرحلة دا تعدي على خير عشان الحكومة لما تدخل النجع تتفاجئ بينا تلاقينا ساعدنا نفسنا بنفسنا عمرنا النجع ودخلنا ميا وقهربا وساعدها هنقدر نعيش في النور وإحنا هنعوز من الحكومة إيه مبويا قال خلاص مش هنزرع مخدرات تاني يجب أن الحكومة ملهاش حاجة عندنا عائلة البندرية وعائلة عبادي متمسكين بزراعة الحشيش والحكومة مش هتفرج بيننا وبينهم في حربة على المخدرات لكن لما البندرية جربوا مرة ومرتين وتلاتة ويفشلوا بزراعة الحشيش هيزهجوا ووقتها الحكومة هتعترف بينا وشوفونا حد كبير مننا تلمت ومسموعة ومتصدقة ويعينو عمدة وكل أهل النجع يطلع لهم بطاعة يجوش هدات في ولاقات حلم كبير يا نسبان السعاء والصدر ربنا نعطي حبيدة التوفيق به المعلومات اللي جمعناها عن السيد مناح حسان كلها بتؤكد انهم نعينا بنيا بس للأسف ما نعومش أي ذكرى أو إثبات في الأوراق الحكومية ها العهمية ولا؟ لا حاجة جاية وسيرتهم موجودة في مركز إسنق مطعنة العرب زي ما جال بالزبط بس للأسف عندنا في مصر في ناس بيتولدوا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يكون لهم أي إثبات شخصية عارف زي ما وضوح حلال مشالقتنا على حدود مصر والسودان أهلا مصريين لكن لحد دلوقت ما لهمش أي إثبات إنهم مصريين عارف التوفيق به عدم احتكاك الناس بالمدنية أو القانون بيخليهم ما يفكروش إنهم ما يثبتوا إنهم موجودين والظاهر إن البشمهندس مناع من عيلة زي دي الصدفة أحدها هي اللي خلته يتولد في جنب من أهله يخافوا عليه من الطار فيهربوا لغاية ما ييجي عندنا هنا بسهاج لا لو عليه طار قول لي أنا أرفضه نهائي أتوفيق بيه قداري التحريات داخل عشان تعرف هو أمين رغم يتغافر كل المعلومات اللي عندنا وبالمنطق اللي امترضينه صعب إنهم يوصلونه واضح كمان إن أهله عارفين يحموك وعيز ويأمنوا مستقبله اشتركوا في القناة